موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتدائي درسنا اليوم يونت سيكس لسن فور اليونت السادس الدرس الرابع عنوان الدرس ناديا زغراند ما جدت ناديا موجود بصفحة ثمانين من كتاب الطالب صفحة ثمانية سبعين من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب الاسمي الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات حلقات دورة الرابعة الابتدائي ابي اربيجنا على الفيسبوك الاسمي الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية الي تقدرون تلقو من خلال هذا المعرف بصفحة ثمانين من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة ناديا زغراند ما جدت ناديا غراند ما معناها جده وكذلك من الممكن ان نقول غراند ماذر كذلك معناها جده listen and read استمع وقرأ اذا هذا النص هو نص للقراءة احنا عرفنا ان اذا مكتوب listen and read استمع وقرأ استمع للأستاذ او المقطع الصوتي وهو يقرأ هذا النص اتبع وياه على مد اعرف كيفية نطق هذه الكلمات وبعدها اقرأ مثل ما قرأ الأستاذ او مثل ما قرأ المقطع الصوتي اذا رح نقرأ المقطع الصوتي نوضح مفرداته ونعرف شين المطلوب حفظه من هذا النص grand ma tell me about when you were nine هنا انا نادية تتحدث مع جدتها تقولها جدتي اخبريني عنك عندما كنتي في التاسعة من عمرك you were ننتبه لهذه النصوص you were when you were nine عندما كنتي عندما انتي كنتي في التاسعة من عمرك فتجاوبها when i was nine عندما انا كنت في التاسعة اذا you تاخذ where بالماضي والآي تاخذ was when i was nine عندما كنت في التاسعة i was tall قلنا الآي تاخذ was i was انا كنت tall طويلة i had long black hair لديه او كان لديه شعر اسود طويل اتجاوبها you were pretty كنتي جميلة نلاحظ ان الyou اخذت where هذين الووز والوير هي افعال كينونة شن يعني افعال كينونة يعني هي عبارة عن افعال مساعدة وليست افعال رئيسية فهنان الووز معناها كانة والوير كذلك معناها كانة لكن الووز نستخدمها مع مع الآي والهي والشي والات اما الوير نستخدمها مع اليو والوي والذي المطلوب مننا بهذا الدرس انه اعرف الآي تاخذ was فعل الكينونة was واليو تاخذ فعل الكينونة where فما يصير اقول مثلا I wear هذا الشي خاطئ اقول I was tall كنت طويلة I had long black hair كان لدي شعر اسود طويل فهنانا اتجاوبها you were pretty لقد كنتي كنتي انتي جميلة نكمل النص I played skipping at school لعبت او كنتو العب لعبت القفز في المدرسة فتجاوبها نادية you were كذلك نحن لاحظ انه تتكرر هاي العبارة اليو تاخذ where you were good at skipping لقد كنتي جيدة في رياضة القفز فتجاوبها I always did my homework كنت دائما اعمل واجبي البيتي فتجاوبها you were good pupil لقد كنتي تلميذة جيدة نهاية النشاط يقول لي listen again and say استمع مرة اخرى وردد ردد بعد المقطع الصوتي اذا هذا مجرد عبارة عن نشاط للقراءة يستمع من خلال التلميذة الاستاذ هو يقرأ النص يتبع وياه وبعدها يحاول يقرأ النص مثل ما قرأ الاستاذ واستخلصنا ملاحظين انه I تاخذ was مثل ما بالنشاط السابق I تاخذ was will you تاخذ where مش نتفيد نهاية رح تفيدني ان شاء الله بالنشاطات القادمة بهذا الدرس الآن احفظ I تاخذ was will you تاخذ where بافعال كينونة ننتقل للنشاط الاخر read about ناديا's grandpa اقرأ عن جد ناديا قبل دقيقة اخذنا جدة ناديا اما بهذا النشاط يقول لك اقرأ عن جد ناديا فهنانه دا يتحدثون عن جد ناديا اللي موجود بهاي الصورة وهنانه دا يذكر نفسه لما كان شاب فهنانه شخص يتحدث عن جد ناديا يقول when he was six عندما كان عمره عشر سنوات يعني جد ناديا عندما كان في العاشرة من عمره ناديا's grandpa had short brown hair جد ناديا كان لديه شعر بني قصير he was a good pupil لقد كانت الميذ جيد اذن كذلك ال he تاخذ was لاحظتوا ال he تاخذ was وكذلك نانا ال he تاخذ was الان ال I تاخذ was وال he كذلك تاخذ was بأفعال كينونة he was a good pupil لقد كانت الميذ جيد and he always did his homework وكان دائما يعمل واجبة البيتي he played football at school لعب كرة القدم في المدرسة with his friends مع أصدقاء he was good at football لقد كان جيدا he was كذلك اتكررت he was good هو كان جيدا at football بلعب كرة القدم كذلك هذا النص للقراءة يطلب من عنده أني أقرأ النص بعد ما قرأت النص من نشاط اللي بعده مكتوب write and talk with your partner اكتب وتحدث مع زميلك هناك المحادثة بين نادية وجدها فهنانا الجد اش يحتي فراغ منطين فراغين tall أكيد يقول لقد كنت طويلا شون أعبر عنها ذكرنا أنه I معناها أنا وتاخذ فعل الكينونة بالماضي was فأقول I was tall أنا كنت طويلا إذن الملاحظة اللي خدناها ببداية الدرس فادثني مثل ما وضحنا أنه لازم أعرف أو أحفظ أنه الآي تاخذ was I was tall لقد كنت طويلا فهنانا شو ترد عليها نادية ترد عليها بما أنه نادية تتحدث عنه فتقول لأنت والأنت تاخذ where you were strong لقد كنت قويا لقد كنت أنت قويا strong معناها قوي يرد عليها فراغ short brown hair شعر بني قصير شو نعبر عنها أقول I had I had معناها كان لدي كان لدي شعر بني قصير فمرة أخرى يتحدث يقول فراغ football at school فوتبول كرة القدم في المدرسة شنو الكلمات المناسبة للفراغ أقول I played football at school لقد لعبت أو كنت ألعب كرة القدم في المدرسة عرفنا بالدرس السابق أن الفعل إذا ضفناه لأيدي يتحول إلى ماضي play يلعب played لعب I played football at school لعبت أو كنت ألعب كرة القدم في المدرسة فتجاوبها نادية تقول له أكيد you were good at football أنت كنت جيدا في لعب كرة القدم يجاوبها I always did my homework أنا كنت دائما أعمل واجب البيتي فأكيد ترد علي تقول له you were a good pupil لقد كنت تلميذ جيد هذا مجرد بعد ما يكتب طلب من أندي write أكتب أكتب في الفراغات talk with your partner تحدث مع زميلك رح تصير محادثة pupil A التلميذ الأول يأخذ شخصية جيد نادية و pupil B التلميذ الثاني يأخذ شخصية نادية بعد ما كملوا الفراغات يتحدثون يسوون محادثة بداخل الصف إذن ببداية النشاط الأستاذ يطلب من التلاميذ أن يملون الفراغات حسب النص اللي قرناه ببداية الدرس بين نادية وجدتها كذلك هنانا يملون الفراغات لكن بين نادية وجدها وليس جدتها بعد ما يملون الفراغات يختار اثنين تلاميذ واحد يأخذ شخصية جد نادية واحد يأخذ شخصية نادية ويعملون محادثة بداخل الصف إذن هو عبارة عن نشاط لتطوير مهارة التحدث لدى التلاميذ ننتقل إلى كتاب النشاط Look Listen And Read انظر استمع وقرأ هنا نمنطينا محادثة بين تلميذة وتلميذ بأعلاها مكتوب Look انظر Go Went Go معناها يذهب الفعل الماضي مالتها Went هنانا لما نريد أحول الفعل Go للماضي ما يقبل لإيدي وأنه ما يتحول جذريا مو مثل الدرس السابق الدرس السابق ذكرنا أنه إذا أريد نحول الفعل إلى ماضي نضيف لإيدي مثلا Play يلعب Played لعبة أو Visit يزور visited زارة إلى آخره مجرد أضيف لإيدي تحول إلى ماضي وسميناها الأفعال القياسية أما بهذا الدرس فأكو أفعال لمن أردح حولها إلى الماضي ما أضيف الهيدي وإنما تتحول جذريا كمثال هذا الفعل Go معناها يذهب لمن أردح حول الماضي ما أقول Go مثل ما هو مطنيا هنا رح يقول لهذا الشي خاطئ وأنه ما يتحول جذريا went معناها ذهب فهنا تقول Can we say Go هل يمكننا أن نقول Go معناها ذهب بالماضي يستردي I Go to school البارحة ذهبت إلى المدرسة فهنا شجاوف يقول No we can't كلا لا يمكننا ما يصير نقول Go لي لأن هذا الفعل اللي هو Go Irregular Irregular هو غير قياسي يعني فعل شاد شين يعني أستاذ فعل غير قياسي أو فعل شاد يعني لمن أردح حول الماضي ما يقبل الإيدي مو مثل الأفعال اللي أخذنا هن بدرس السابق وإنما يتحول جذريا فالصير يقول we say نحن نقول went ذهب went معناها ذهب إذن هذا الشيء خاطئ go ما يصر نستخدمها yesterday I went to school البارحة ذهبت إلى المدرسة إذن هذا الفعل نحفظه فعل جدا مهم go معناها يذهب went معناها ذهب بالماضي الفعل الثاني خاطئ ما يصر نضيف لأيدي لأنه فعل غير قياسي زين بيش رح تفيدنا رح تفيدنا بالنشاط الثاني كاتب لك الجدول للحفظ هذا الجدول الأفعال المضارعة أو الأفعال بصيغة الحاضر والأفعال الماضية مالتها شو مكتوب مكتوب write R for regular اكتب R حرف R إذا كان هذا الفعل قياسي أعيد شنو يعني قياسي قياسي يعني إذا أردأ حول الماضي أضيف لأيدي or I for irregular أو أكتب حرف I إذا كان هذا الفعل irregular غير قياسي شنو يعني غير قياسي يعني لمن أردأ حول الماضي ما يقبل الإيدي وإنما يتحول جذريا إذن إما R إذا قبل الإيدي أو I إذا ما قبل الإيدي خلنا أخذ الكلمة الأولى كمثال go معناها يذهب لمن حول الماضي شصار صار went ذهب ضفت إيدي لا ما ضفت إذا ما ضفت إيدي يعني شنو regular قياسي لو irregular غير قياسي أكيد غير قياسي لأن ما قبل الإيدي فأكتب حرف I أمام على الفعل مثلا I R الماضي ما لت was where ذكرنا نذن أفعال كينونة I R يكون was where معناها كان بالماضي فهنان الآن من حول الماضي وصار لا ما ضفت إيدي وكذلك R لما حولت إلى where ضفت إيدي كذلك ما ضفت إيدي إذن إذا ما ضفت إيدي وحولت إلى الماضي هذا الفعل regular قياسي لو irregular غير قياسي أكيد غير قياسي فأكتب حرف I watch يشاهد watched شاهد هنا أنا من حولت الwatch للماضي ضفت إيدي نعم ضفت إيدي نلاحظ أنه بنهاية الكلمة أكو إيدي إذن لما نضيف إيدي هي regular قياسي لو irregular غير قياسي أكيد هذا الفعل قياسي لأن قبل إيدي لما نحولت إلى الماضي get يحصل got حصل من حولت إلى الماضي ضفت إيدي لا ما ضفت له وإنما نحول الفعل جذريا إذن هذا regular قياسي لو irregular غير قياسي أكيد غير قياسي لأن ما قبل إيدي سي يرى سو رأى هذا الفعل منحول للماضي ضفت إيدي لو تحول جذريا ما ضفت إيدي إذن هذا فعل regular قياسي لو irregular غير قياسي أكيد غير قياسي لأن ما قبل إيدي وهكذا مع البقية clean ينظف clean نظف لاحظنا أن ضفنا إيدي لما نحول نال الماضي خلينا إيدي إذن هذا فعل regular قياسي لو irregular غير قياسي أكيد regular فأخلي R أمام هذا الفعل لأن قبل إيدي play يلعب played لعبة ضفت إيدي إذن هذا الفعل قياسي أوضع حرف R look ينظر looked نظرة ضفت إيدي إذن هذا فعل regular قياسي فأوضع حرف R وهكذا مع البقية swim يسبح swam سبح ضفت إيدي لا ما ضفت إيدي إذن هذا irregular غير قياسي فأوضع حرف R بعد start يبدأ started بدأ لما نحول الماضي ضفت إيدي نعم ضفت إيدي إذن هذا فعل regular قياسي فأوضع حرف R talk يتحدث talked تحدث هذا الفعل من حولت الماضي ضفت إيدي نعم هذه إيدي إذن هذا الفعل regular قياسي فأوضع حرف R have يحظى هاد حظية هذا الفعل من حولت الماضي ضفت إيدي لا ما ضفت إيدي إذن هذا الفعل irregular غير قياسي فأوضع حرف I make يصنع made صنع ضفت إيدي لا ما ضفت إيدي وإنما تحول جذريا فإذن هالفعل regular قياسي لو irregular غير قياسي أكيد irregular غير قياسي لأن ما ضفت إيدي فأوضع حرف I do يفعل did فعل كذلك ضفت إيدي ما ضفت إيدي وإنما تحول جذريا إذن هالفعل irregular غير قياسي وهكذا مع البقية eat يأكل 8 أكل ما ضفت إيدي إذن هالفعل irregular غير قياسي أوضع حرف I listen to listened to ضفت إيدي إذن هذا الفعل قياسي فأوضع حرف R stay يبقى stayed بقية الفعل قياسي نعم ضفت إيدي قياسي أنا أخلي حرف R buy يشتري bought اشترى ضفت إيدي لا ما ضفت إذن هذا فعل irregular غير قياسي فأوضع حرف I هذا ما يخلص هذا النشاط مجرد يريد أخيل لين أميز بأن الأفعال القياسية اللي لما نرد حولها للماضي يضيف الهي D والأفعال الغير قياسية اللي تتحول جذريا عند تحويلها للماضي أحاول قدر المستطاع هذا جدول أحفظ أحفظ أن الأفعال والماضي number the pairs of the present past verbs رقم الأزواج الأفعال المضارعة مع الماضية شون يعني منطيني مثال give يعطي منطي رقم واحد يقول لك انطيني الزوج مالته هذا الفعل بالمضارع انطيني الزوج مالته بالماضي وكذلك انطي رقم واحد بما أنه هذا الفعل رقم واحد فيكتب رقم واحد على الفعل الماضي مالته أبحث بالأفعال ألقي الفعل give أعطى أخلي كذلك رقم واحد give مضارع يعطي give الماضي مالته أعطى كذلك مع البقية مثلا buy يشتري شن الماضي مالته أخذناه بالنشاط السابق إذا ترجعون للنشاط السابق تعرفون buy الماضي مالته bought اشترى أبحث عنها هذه bought إذا اكتب رقم اثنيا على هذا الفعل والماضي مالته كذلك أكتب عليها رقم اثنيا buy يشتري bought اشترى saw رأى هذه بالماضي إذن أريد الفعل المضارع مالتها كذلك إذا نسيت أرجع للنشاط السابق وأعرف شن الفعل المضارع مال saw saw رأى see يرى فأكتب رقم ثلاثة على الفعل saw وتلاثة على الفعل see يرى الفعل الآخر have have معناها يحظى أخلي عليها رقم اربعة وأشوف شن الفعل الماضي مالتها الفعل الماضي مال have هو had أبحث عن الفعل ألقى الفعل had كذلك أنطي رقم اربعة eat يأكل فهذا فعل مضارع أطي رقم خمسة وأبحث عن الفعل الماضي مالتها الماضي مال eat eight أبحث عن الفعل eight هذا هو الفعل eight أوضع علي رقم خمسة number six learned تعلم هذا فعل ماضي أنطي رقم ستة وابحث عن الفعل المضارع الخاص بي learnt تعلم المضارع مالتها learn يتعلم أبحث عن الفعل learn هذا هو الفعل learn كذلك أخلي رقم ستة صار عندي زوج من الأفعال المضارع والماضي get يحصل أنطي رقم سبعة الماضي مالتها got أبحث عن got هذا هو الفعل got كذلك أنطي رقم سبعة صار عندي اثنية من الأفعال مضارع وماضي draw يرسم شن الماضي مالته draw رسمه انطية رقم 8 وكذلك هذا الفعل انطية رقم 8 صار عندي زوج من الأفعال المضارع والماضي watch يشاهد هذا فعل قياسي مجرد يضيف لـ ed watch it شاهده انطية رقم 9 والفعل الماضي مالته watch it كذلك انطية رقم 9 listen to استمع إلى هذا الفعل بـ ed ماضي ابحث عن الفعل المضارع انطية الرقم 10 والفعل المضارع مالته listen to listen to استمع إلى listened to استمع إلى هو الفعل الماضي made صنع فعل الماضي انطية رقم 11 شن الفعل مضارع مالته الفعل مضارع مالته make يصنع فكتب عليها كذلك رقم 12 go じゃあ شن الفعل المضارع مالته أخذناها قبل دقائق الماضي مال go went go يذهب أنطيها رقم 12 الماضي مالتا went ذهب موجود بأسفل التمرين كذلك أنطي رقم 12 say يقول شن الفعل الماضي مالتا الفعل الخاص بsay said قال say يقول said قال أكتب رقم 13 على هذا الفعل بالمضارع و13 على هذا الفعل بالماضي here يسمع أنطي رقم 14 شن الماضي مال here الماضي مال here هو الفعل heard استمع اللي بعده الفعل look ينظر شن الفعل الماضي مالتا هذا الفعل قياسي الماضي مال look ينظر هو الفعل looked نظره إذن أخلي إلى رقم 15 وكذلك الفعل الماضي أوضع إلى رقم 15 look ينظر looked نظره هذا ما يخص هذا النشاط هنانا يريد تدرب التلميذ أكثر على تذكر ومراجعة الأفعال وصيغتها الماضية سواء كان فعل قياسي يقبل للإيدي أو فعل غير قياسي يتحول جذريا كذلك هنانا مكتوب الجدول للحفظ هو مضبط مثل الجدول اللي سبقه هذين الأفعال قدر المستطاع أحفظ أكبر قدر ممكن من هذه الأفعال لأن راح تفيدني بمراحل قادمة الأفعال وصيغتها الماضية ننتقل للنشاط الآخر play with a partner العب مع زميلك هنا الأستاذ يختار تلاميذ اثنين التلميذ الأول يقول فعل والتلميذ الآخر يحاول يحزر الصيغة الماضية للفعل مثلا التلميذ الأول يقول have التلميذ الثاني بسرعة يقول الفعل الماضي ما الhave had أو قدر التلميذ الأول يقول play التلميذ الآخر يقول الماضي ما الplay هو played وهكذا فتجابة إذا كان جوابه صحيحة يقول yes that's correct نعم إجابتك صحيحة أو no that's wrong كلا إجابتك خاطئة وهكذا إذن هذه مجرد لعبة يتم لعبة بداخل الصف تلميذ يختار فعل مضارع والتلميذ الآخر ينطي صيغة الماضية أنه بالتلميذ الآخر ينطي فعل والتلميذ الآخر ينطي الصيغة الماضية لهذا الفعل كذلك هذا النشاط مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير أو الامتحان الشفوي هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا به مجموعة من الأفعال الغير قياسية وعرفنا أن الأفعال الغير قياسية هي الأفعال اللي ما تقبل الإيدي عند تحويلها للماضي وأنها ما تتحول جذريا كمثال جو يذهب الماضي ماتا وينز ذهب بينما بالدرس السابق تحدثنا على الأفعال القياسية وقلنا أن الأفعال القياسية هي الأفعال التي تقبل الإيدي عند تحويلها إلى الماضي كمثال بلاي يلعب أضيف لها إيدي تصبح بالماضي بلايد لعبه وأخذنا مجموعة كبيرة من الأفعال بهذا الدرس نحاول قدر المستطاع نحفظ هذه الأفعال وصيغتها الماضية لأن مهمة جدا بالامتحان التحريري بسؤال الملاء وكذلك ستفيدني بمراحل قادمة ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو أضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجودة أمامكم على الشاشة